وبرده السيد احمد النقطة مهمة جدا لما بقول يا جماعة لازم يبقى في حساب عادي الاهلي بيجيب لعيبة أجانب ولا توفق الاسماعيلي بيجيب أجانب لا توفق المصري الهام مدريب بيجيب لعيبة ولا توفق منشار السيدة بيجيب لعيبة ولا توفق انا بقول لانه حاسب على وجهة نظر فنية او لاعب معاني انت كنت متوسم فيه خير فما تلاقش كويس مش دي الحكاية بتحصل في كل الدنيا انا بتكلم على فكرة انه ادارة الازمات ادارة الملفات ادارة العقود انت الوقت ايه بتتوقع العقد ده بتتوقع على الاهواء يعني مثلا ما تقول لعب انت هتاخد مية في المية من نسبة المشاركة بتاعتك ده عادي ده ده شيء طبيعي بص دي الارقام اهل اللي بقولك علي بتاعت خالد بطيب 24 مباراة على فكرة مش 24 مباراة اساسي لعب 90 دقيقة 24 مباراة لعب 1500 دقيقة يعني مش كل الدقيقة يعني بسجل خمس هداف وصانا هدافين يا باخته هناء ده خد فلوس ما كانش بيحلم بيها بالمناسبة يعني مش الحركة تبقى فاهم برضو خالد بطيب بعد ما سابت زمالك راح لنادي فرنسي خالد بطيب كان بياخد بما يعادل شهريا حوالي 118 الف يورو 118 الف يورو شهريا تمام؟ لما سابت زمالك راح لنادي فرنسي كان بياخد ما يعادل شهريا 18 الف يورو تم تخيل؟ انت متخيل الفرق قد دي فرق 100 الف يورو يعني فانت كنت جاية تنبسط معانا هنا والناس ديتك فرصة انك تنبسط معانا هنا تاخد الفرصة اللي انت عايزها تختني تعيش على فكرة انا برضو بالمناسبة يعني يا بخير بطيب كان لعيب كويس قبله حتى ما ييجي الزمالك لا لم يوفق ما قداش بشكل كويس اي شيء عادي بتحصل مع كل اللعيب انا لقوا هاجم خريب بطيب بالمناسبة الراجل بدور على حقه وعارف ياخد حقه براحتك انا بس ليه نعمل كده عشان خاطر خيب بطيب يعني انا افهم ده لو في رونالدينيو مثلا خيب بطيب اش دي احكايا